فجأة كبرى هتجعله يسجد شكرا لصاحب هذا البرج. تعرفوا على توقعات ماجي فرح للأبراج لعام القادم الفين اربعة وعشرين. برج الحمل. توقع ماجي فرح لمويد برج الحمل اللي يكون العام الجديد آآ كله آآ يعني نجاحات وانجازات مشرقة. وهيحصل على فرصة للسفر والحصول على مكانة عالية في العمل. وكمان آآ هيلحظوا تغيير ملحوظ في السلوب العمل والادارة. ويحقق ارباح مفاجأة غير متوقعة. آآ بالنسبة للبرج البعد كده برج التور. تتوقع ماجي فرح لمويد برج التور تعويد عن الوقت الضائع. حيث هتخلصوا من دقلة القلق والمشاكل استمرت الفترات طويلة في حياتهم. آآ وكمان آآ هتكون بداية انطلاقتهم ونجحتهم. وده اللي هيجعلهم متقلقين ولمعين في المجال العملي. ويحصلوا على فرص ذهبية في عام ٢٠٢٤. آآ السرطان. وجه السرطان هي سنة تحمل مفاجآت وعناوين هامة جدا. ممكن تغير الحياة تقريبا خلال العام باكمله. وتميز السنة دي بالتعويدات عن اي شعور آآ شعور ضعف مرة عليك في العام اللي فات. وتدخل في مجال عمل جديد وتشهد تطور ملحوظ في مجالات وضي الفن والاعلام والتجارة والاستثمارات. وعندنا الجوزاء كمان. آآ ده السنة الجديدة سنة الجديدة ٢٠٢٠ هتبقى سنة التجدد والتحرر من القيود. وخاصة في اول ٣ شهور في السنة دي هتعلم كل ما هو جديد وتكتسب معرفة اكتر. وده يجعلها سنة تحيي الاهداف اللي تضحى امام نصب عينيك. وبرضو كن حاضر للعدم ارتكاب الاخطاء. آآ فقد يعقبك الفلك في حالة اتكابها دي ازا عليك التعامل بحكمة ودراية اعمق خلال هذه السنة. آآ كمان آآ البرج البعد كده هوت برج الاسد هيبقى السنة آآ آآ ٢٠٤ فيها تطور وتقدم كبير جدا. والعزراء آآ ٢٠٤ دي بوابة العبور من اوضاع مقلقة الافاق واسعة وبعيدة. تبدأ السنة باسوأ اربع حشور تعاني من خلالها ببعض المفاجآت وظروف غير المتوقعة والتهديدات. آآ بعد كده هيجي الربيع مع الازهار وتوسيع الافاق وترتيب الامور لصورة احسن. ومع بداية شهر مايو هتجد نفسك امام مفترق طريق جيد يأخذك لتعلم قدرات نفسية جديدة ومعنويات وسمود كل هذا يساعدك على تحقيق النجاح. الميزان التحرك الفلكي هيكون في مصلحتك كل الشهور اللي عام بتحمل الخير لك. حيث تدفعك الاحداث لاتخاذ قرارات مفيدة جدا لك. واكتشف مشاريع وقتات جديدة وحاكت لقى نجاح كبير في السنة الجاية. فتكون هناك تغيرات نسبة جدا لك ولن تواجد كاسين من مشاكل والهموم خلال فترات معينة من السنة. وهتشعر بالتفاؤل والسعادة. آآ اما العقرب هتواجه العديد من المسؤوليات والضغوط خلال السنة المقبلة وهيتعين عليك اعادة حساباتك. ينصح الفلك موريد برج العقرب اللي ولده في شهر نوفمبر بالتعامل مع مشاكلهم بعصاب هذية وعزمة قوية وزكاء عالي. بدأ من مارس هتواجه العديد من الفرص المالية والاستثمارية وتشارك في العمل. آآ وعدتكون سنة مليئة بالتحديات. بتظهر قدراتك المزهلة. القوس هيكون بداية السنة آآ فيه تغيير آآ قليل في بعض في منتصف السنة يعني. ولكن هتنتهي السنة بشكل جيد مرة تانية. هتكون قدرتك على الدفاع على اندفاع في بداية السنة مؤهلة. عشان تستلم مهام وملاكز قصية في العمل. ولكن احترس من شؤون من شؤونك العملية. بعد كده خلال تلك الفترة الانتقالية المليئة بالتقلبات والضغوطات. آآ برج الجدي آآ اول السنة هتحمل بعض الصعوبات. لمع بداية شهر مايو آآ يحلفك الحظ بالعديد من التغيرات الايجابية والناجحة اللي بتستمر معاك لسنوات عديدة قادمة. وهذه السنة بتحملك ظروف وموقف تقدم اهدافك العملية وتلمع صورتك وتبرز امكانياتك. آآ اما الدل وتترجع هذه السنة بين الايجابيات القصوى في النص الاول من السنة وبين السلبيات المربكة في النصف الاقين من السنة. تدفعك الجرأة في طرق ابواب عديدة تجعلك تحقق الامنيات مع الانتصار على بعض العوائق. وجود تقدم ملحوظ في المجال المالي وتحقيق ارباح اضافية المروض آآ آآ برج شهر اتنين. وتواجه مشاكل ومشاحنات بداية من نصف العام. الا ان قدرتك الهائلة تفاجأت بحل هذه الازمات. آآ برج الحوت تشغل القضايا العائلية مكانة مهمة في اولوياتك لهذا العام. ينصحك الفلك بالتعامل مع المستجدات ببساطة وهدوء تهم. حافظ على الثقة في النفس وتحدي التحديات التي تتواجهها خاصة ازا قررت العمل بشكل مستقل. او انشاء مشروع خاص بك. آآ ده كان برج الحوت. آآ طبعا آآ وكل سنة حالكم طيبين ونكون سنة خير علينا جميعا يا رب. طبعا كذب المنجمون لو صدفوا. ولكن آآ الفيديو دوت لي تسلية. وفي كتير سألوني عن الابراج بتاعتهم. يا رب بكون انا جبتها في الفيديو دوتا.